عارف لما تكون قاعد في البيت فأمان الله وفجأة الباب يخبط وتقوم تفتح وتلاقي اللي على الباب راح فجأة دخل بدون استئزان وقاعد يلف في البيت براحته خالص شوية يقعد في السالون شوية يقعد في الأنتريه وبعدين يخش على قوة دي النوم وكأن البيت بيته يعني وانت وقت مستغرب مش عارف تعمل ايه اوقفه ولا امشيه ولا اقوله ايه عايز تعرف تعمل ايه؟ خليك معي بعض الفاصل تعمل ايه؟ ده كان سؤالك بس قبل ما جاوبك على سؤالك انا عايز اسألك سؤال هو صاحبنا اللي على الباب ده دخل ازاي ودخل ليه؟ وانت كنت فيه ساعة لما هو دخل هالوكالة بدون بواب؟ ايه الوكالة؟ الوكالة هي كياني وكيانك هي نفسنا بكل ما فيها من مشاعر وافكار وسلوكيات من حقك تقفلها وتفتحها بالطريقة اللي انت عايزها تشوف تدخل مين وما تدخلش مين توفينا المشكلة المشكلة في حاجتين رقم واحد فيه ناس بتفتح لها باذنك وبتخش لكن مع الوقت تلاقيها دخلت وفتحت في البيت وقعدت تلف براحتها وفيه نوع تاني بيخش بدون استئذان وده كأنه اقتحام وبرده بيخش ويلف في البيت براحته ما بتوقفوش ليه؟ رقم واحد ما بتعرفش تقول لأ لأ هنا مش معناها الاعتراض الدائم على اي حاجة وكل حاجة مجرد انك بتثبت وجودك المشكلة فعلا في حدودك يعني لأ لصحابي اللي في الشغل عاملين يحطوا علي حاجات مش بتاعتي لأ لأي حد بيجي يزورني فجأة بدون ما يقولي قبليها لأ لحد بيكلمني مسافات طويلة وعمال ياخد وقت رقم اتنين ما بحبش ازاع الحد احب كل الناس راضي عني انا ساعاتي في ساعات الناس افكار ربنا عليها من صغرنا وتزارعت فينا وما فكرناش في مرة نقف عندها ونشوفها صح ولا غلط وما فكرناش نقف ونشوف نتائجها ايه على حياتنا هل هي بتضرنا ولا هي افادتنا جرب كده اقف وقفها مع نفسك وشوف لنتيجة لما بتفكر اصلا انا بحب افتت الناس كلها اصلا انا بحب ارض الناس اصلا انا ساعاتي من ساعدتهم دي بتكون نتجتها ايه على حياتك رقم ثلاثة معليش لما اقولك كده ضعف شوية في الشخصية يعني ايه يعني انا ما بحبش اشيل المسئولية يعني اسهل لي حد يخش حياتي ويتولى هو كل قرارات ويتولى كمان المسئولية عشان انا اكون مرتاح ارجع لسؤالك اعمل ايه علشان اكون بواب لوكلتي واحميها من اي حد يخش فيها رقم واحد اتعلم اقول لا كلمة بسيطة من حرفين مش سهلة لكن مستهلة ان بيها هتقدر تحمي حياتك من اي تدخلات او ضغوط من برا ناس تخش هتخليك بتعيش حياتهم مش حياتك بطريقتهم مش بطريقتك احتمال لما تقول لا في ناس هتزعل منك في ناس هتمشي خالص في ناس هتلومك في ناس هتضغط عليك بس هما دول اللي كانوا مبسوطين قوي ان الوكيلة تكون بدون بواب رقم اتنين غير معتقداتك وافكارك اللي تربيت عليها من وانت صغير وبتدي رائبها وشوف اللي انت تعلمته ده ايه نتايجه ايه نتايج لما كنت فتح الباب على اخره هل ده حاجة بسطتك هل كنت عايش مرتاح ولا بتضحك على نفسك وتقول مرتاح لكن في الحقيقة انت مش مرتاح رقم ثلاثة قوة الشخصية قرار انت مسئول عنه ولازم تشتغل عليه لازم تتعلم ان الحياة فيه قرارات وفيها تحمل مسئولية وعلشان تعيش حياتك مبسوط لازم تكون انت المسئول عنه قول لا بحزمه لطف قول لا لا اي حاجة هتاخد وقتي وحتستنزفني قول لا لا اي شخص هيستغلني ويعايشني حياته مش حياتي يلا قوم تطمن على الباب تطمن على وكالتك انت البواب لو عجبتك الحلقة دوس لايك سابسكرايب وشير للينك واستنوني في الحلقة الجاية هنعمل لحياتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة